عندنا منتخب قوي جداً المنتخب المصري منتخب قوي جداً 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 بالمناسبة ولكن سوء التخطيط وسوء إدارة اتحاد كرة القدم السابق والحالي واللي قبله عشان أكون واضح أنا بتكلم بمنتخب الوضوحة هو الحالي والسابق واللي قبله واللي قبله تخطيط غير واضح حتى هذه اللحظة تخطيط غير واضح أنا عندي النهاردة كلام كتير جداً هتكلم فيه بما يخص اتحاد كرة القدم فبنشكركم على أن انتوا عرفتونا أن إحنا ما عندناش تخطيط في إتحاد كرة القدم بنشكركم على أن إحنا عرفنا أن في ناس عندنا بتخبي الجوابات في ناس عندنا بتخبي الجوابات فأنا بشكر المنتخب المغربي والحالة اللي عملها المنتخب المغربي اللي قد تعيد للبعض دماغه أن أنت ما ينفعش تخبي جواب باسم النادي الأهلي قد قد تصحح المصار في التخطيط لكرة القدم المصرية في التخطيط لكرة القدم المصرية الحقيقة لأنه إحنا عندنا لعيبة كبار جدا 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 وعندنا منتخبات رائعة لكن إن أنا جيب مدربين ما لهمش اسم أساسا أو مش موجودين على الساحة أجيبهم لمجرد إن هم أصحابنا أو إن مش عايز أتكلم في أمور كثيرة لكن كرة القدم التي تضار بالمجاملات هتفضل طول عمرها بهذا الشكل لما نسعد نسعد ونتغلب لما نسعد كاس عالم يعني نكسب ماتش أو نتعادل ماتش ونتغلب ماتشين هنفضل بهذا الشكل لأنه إحنا إن شاء الله كمان أربع سنوات عندما نلعب بطولة أو تصفيات كاس العالم مفروض إن فيه تسع منتخبات هيوصلوا لكاس العالم هل مش هنبقى من تسع منتخبات كمان دي تبقى مصيبة وبعد وصول المغرب محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل بعد وصول المغرب لهذا الشكل أو لهذا الدور أعتقد إن ممكن حاجات كتيرة جدا تتغير ممكن الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل لكن حتى الآن هم تسع مقاعد مش هنوصل في التسع مقاعد كمان تبقى مصيبة كبيرة جدا 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 فيجب أن يكون هناك تخطيط من اتحاد كرة القدم المصري معلش أنا بطلع من المنتخب المغربي على اتحاد كرة القدم المصري لأن الحقيقة المنتخب المغربي فرحة كبيرة جدا جدا وحنفضل فخورين وسعداء بهذا المنتخب الرائع اللي قدى بشكل رائع جدا 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 أمام بطل العالم